موسيقى حياكم الله أهلا وسهلا بكم مشاهدين ومتابعين برنامج المؤشر مع الفترة الثانية من ختام جلسات هذا الأسبوع والسيولة الضعيفة في جلسة اليوم واضحة جدا وطبعا كانت للمؤشرات في المنطقة الحمراء على أثر هذه السيولة مكونات السوق الرئيسي مكونات السوق الأول كذلك أيضا في تراجع وجميع مؤشرات السوق في المنطقة الحمراء نتابع تفاصيل هذه الجلسة المتراجعة وختام هذا الأسبوع مع زميلنا عايد العنزي من استوديوهاتنا في بورصة الكويت وحياك ألبو عبد الله مساء الخير رائد مساء الخير مشاهدين الكرام وهلا وسهلا بكم واضح أن هناك عزوف عن الشراء مشاهدين الكرام من قبل بعض المحافظ والصناديق الاستثمارية وهذا دليل مشاهدين الكرام في انخفاض السيولة أكثر من 50% لذلك لاحظنا انخفاض واضح مشاهدين الكرام هل هي لأسباب معينة هل لأسباب عدم إعلان البنوك عن النتائج المالية يعني أسباب واردة كثيرة جدا لكن هناك فعلا هناك عزوف الكرة في عيد اليوم عن هذه الجلسة لذلك لاحظنا انخفاض واضح مشاهدين الكرام في السيولة المتداولة في هذه الجلسة 32 مليون واربعمية في هذه اللحظات ونلاحظ السوق الرئيسي 5 مليون واربعمية تقريبا التراجعات واضح 36 نقطة ونصف نقطة للسوق العام وتراجع واضح للسوق الأول حوالي 19 نقطة ونصف نقطة فيما السوق الأول 44 نقطة و17 نقطة تراجعا والدليل واضح مشاهدين الكرام اليوم جميع الشركات تقريبا في المنطقة الحمراء خاصة شركات السوق الأول شركات السوق الأول باستثناء هيومن سوفت اللي مرتفعة في هذه الجلسة ارتفاحة جدا جيد وللاحظ اليوم مشاهدين الكرام عندي الآن الوطني تداول اليوم 6 مليون 750 876 في هذه اللحظات الطلب بالحد الأعلى 973 232 والعرض 841 حوالي 38 ألف يعني عرض بسيط جدا مغاردة بالطلب الطلب أقوى من العرض بالنسبة للوطني لكن لحد الآن الشيء الملفت للنظر بأن الوطني لم يعلن عن نتائج المالية وهذا أمر أعتقد أنه لأول مرة يحدث تأخير النتائج المالية قطاع المصرفي ممكن يكون لأتأثير مشاهدين الكرام على حركة التباين على حركة السوق لكن الواضح واللي قاعد نشوفه يعني اليوم فيه عزوف واضح يعني أعتقد أن اللي شقال بالسوق محافظة فردية ومحافظة غير نشطة أما بالنسبة للمحافظة النشطة اليوم ماضح أن هناك توقف تام لأنك ما قاعد نشوف هنا أي عمليات مضاربة سريعة على بعض الرسم ودلين انخفاض السيولة السيولة يعني 50% انخفضت أمس كانت السيولة تقريبا يعني 65 مليون اليوم 32 مليون و400 يعني بالضبط 50% انخفاض في السيولة مشاهدين الكرام لذلك الواضح وواضح بالنسبة للسوق لو نشوف معاكم بغية الشركات الأخرى نجد أن أكثر شركة تداول اليوم فيها تداول تقريبا هي ببنك الخليج ببنك الخليج اليوم أكثر تداولا وضغوط عند مستوى 39 أربعين ولكن يعني أكثر البنوك تقريبا تماسك المشاهدين الكرام وعندها تماسك عند هذه المستوات السعرية ووضعيتها يعني جدا إيجابية في هذه الجلسة رغم وجود تراجع فلسين لكن ممكن نقلص الخسائر في نهاية هذه الجلسة وكذلك أكثر من شركة فيها تماسك ولكن بكميات أقل الوضع العام مشاهدين الكرام هو مثل ما قلنا قبل شوي هناك عزوف هناك الكل ماسك كاشا اللي مرحل يبين من نسبة المحافظة الاسترادية وإستمارية شأنه أسباب ما في أي سبب واضح مشاهدين الكرام إلا بيستناء اللي قلنا اليوم الصبح هو تأخير النتائج المالية للقطاع المصرفي تحديدا نكمل معاكم مشاهدين الكرام بنق الخليج ونشوف وضعية بقية البنوك هل راح يكون هناك أقفالات لبعض الشركات ولا لا راح يبين معاي في هذه اللحظات وخاصة للقطاع المصرفي اللحظة بنق الخليج 259 مطلوب 33 ألف معروض 292 حوالي 5800 13 مليون سهم الدولة المتلاجعة 217 والعرض والطلب تقريبا متساويين بورقان 28 والطلب 219 مليون 800 بيتك 765 الطلب والعرض 662 6 مليون واربعمية طبعا الكل يعزي بعض الأمور كل واحد يعني قاعد يقول أسباب من عنده لا تقول والله التباين والتذبذب في الأسواق العالمية يعني تشوفها بالبداية أخضر ومن ثم يذهب إلى المنطقة الخضراء في نهاية الجلسة أسواق العالمية قير مستقرة هذا أثر على سوقنا يعني كلام كثير مشاهدين الكرام ولكن نحن قاعد نشوف سوقنا في فترة أخيرة متماسك مراد أسواق المال العالمية وضعيتها إيجابية ولكن انخفاض السيولة بهذه الصورة يعني ما يخوف أمانتنا ما يخوف لكن العزوف واضح لحين تضاح رؤية رؤية معينة ما بالضبط لا نفهم لكن الناس سيولة انخفضت خمسين بالمئة عن الجلسات الماضية خاصة عن جلسة الأمس بنك بوبيان ستمية وستة وثمانين ستمية واربعة الطلب أفضل من العرضي يعني فيه طلبات أفضل من العروض مشاهدين الكرام في هذه اللحظات لجميع الشركات القيادية تقريبا ونشوف مشاريع الكويت 174 مية وستين والمباني 756 654 الصناعات الوطنية 217 مية وثمانية وتسعين بوبيان بتكماويات 565 540 والقرين المتماسك في هذه الجلسة لكن بكميات ذا البسيطة جدا لا تكاد تذكر 163 وإجيلتي على تراجع وازين على استغرار ونلاحظ يومن سوفت المرتفع في هذه الجلسة عند مستوى دينارين 999 يعني مقادر يخترق مرة ثانية أما الأهل المتحد البحرين فيتراجع المستوى 240 مشاهدين الكرام ونلاحظ زادت العروض في هذه اللحظات على كثير من الشركات القيادية ونقعد أتكلم مع قرب الوصول إلى دقيقة 38 بدأت العروض تزداد على كثير من الشركات القيادية بنكو 4247 حاليا بعد أن كان وضعيتها جيدة في جلسة الأمس وفي تماسك واضح وارتاد جدا طيب المتكاملة في المنطقة الحمراء لحد الآن والعرض أكثر من الطلب وكذلك شمال الزور ممكن شمال الزور يعدل عن 380 330 آسف وضعيتها جيدة مشاهدين الكرام متماسكة عن فلس واحد لأن شمال الزور لم الحين محمل بالأرباح ولم يعلن عن تحت هذه اللحظة عن تاريخ الحيازة البورصة يتراجع مشاهدين الكرام في هذه الجلسة واجتمرار لتراجعات الفترة الماضية ولكن بتراجعات طفيفة لا تكاد تذكر النتائج المالية هي المحرك فترة الغادمة لكن النتائج المالية لم الحين مواضحة مشاهدين الكرام لا يوجد شيء للوطني ولا بوبيان اللي عودونا دائما بأول سبوعين أو ثلاثة سابيع يتم الإعلان لكن حاليا وصلنا اليوم تاريخ 22 شهر ولم يتم الإعلان عن أي نتائج مالية مشاهدين الكرام أما بالنسبة للسوق الرئيسي الأهل الكويتي عندي على استغرار ونلاحظ المتحد على تراجع الكويتية على تراجع والتسلات على تراجع إيفا بتراجع الساحل المتماسك والساحل راح يذهب إلى منطقة خضراء في نهاية هذه الجلسة الساحل في شراء المتاز ولكن ضقوط السوق طبعا أدت إلى استغراره وأعتقد أن إخفاء المزاد ممكن يكون لساحل دور في المنطقة الخضراء البيت الأوراق المالية المتراجعة لكن راح يعدل في نهاية هذه الجلسة أكثر من جلسة مشاهدين الكرام راح يتعدل مع نهاية هذه الجلسة نلاحظ الأولى على ارتفاع في هذه الجلسة بعد أن زادت ملكية شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات ومجموعتها من 13.8 إلى 15.2 هذا هو السبب الرئيسي لنشاط الأولى أثناء الجلسة المال في المنطقة الخضراء تراجع للخليجي الذي كان أمس متميز الخليجي وكان في دولة جدا إيجابية اليوم لا الخليجي الجلسة أعيان حاليا في دخول واضح لأعيان المشاهدين الكرام 97.9 ولكن العروض من بين معاي 1.9 مليون عيان ماكو شيء أما بالنسبة لبيان في المنطقة الخضراء وصول في المنطقة الخضراء وارتفاع لاكتتاب في هذه الجهة ها هو الأخفال ها هو الأخفال حركة سريعة جدا لمشاهدين الكرام لكثير من الشركات حركة سريعة حركة سريعة 32.4 مليون خنشوف وش راح يصير ها هو الوطني يتراجع بتسع فلوس وبعد الوطني مشاهدين الكرام عندي والله التراجعات واضحة سريعة 38 صررنا 38 وسولا لم ترتفع كثيرا 33 مليون وستمية بسيط جدا الخليج يتراجع عند مستوى 38 ثلاث فلوس يتراجع برقان بأربع فلوس وبيتك بسبع فلوس تراجعا نلاحظ تراجعات حتى القيمة ضعيفة في إخفال المزاد ونلاحظ بيتك حاليا سبع فلوس على التراجع ووتيها بتراجع البيت بارتفاع العيد أسف والبيت العيد بارتفاع الساحل بارتفاع الأولى بارتفاع بنص فلوس الخليجي على تراجع 23 الفلس أعيان بارتفاع 14 الفلس لأعيان ونلاحظ بيان على تراجع اكتتاب بارتفاع المدينة على تراجع ونلاحظ الامتياز على تراجع عغارات الكويت كذلك بتراجع عربية عغارية بارتفاع المباني بتراجع ونلاحظ مشاهدين الكرام المستثمرون على استغرار تعمير بارتفاع ومراكز على تراجع مع صناعات وطنية بأربع فلوس اللي كانت صامدة في الفترة الأخيرة كيبلات على تراجع بورتلند باستغرار جيلتي بتراجع ونلاحظ ها هو الجرس النهائي مشاهدين الكرام لشراء ما بعد المزاد زين على استغرار سينيرجي بارتفاع بأربعة عشر الفلس والمعامل بارتفاع بخمس فلوس الآن على تراجع وهيومن سوفت في المنطة الخضراء وبتر قلف على تراجع على أفكو ورماية في المنطة الخضراء الراي بارتفاع والمواشي كذلك بأربع فلوس ارتفاعا للمتحد البحريني بأربع فلوس تراجعا ونشوف مشاهدين الكرام بنكواربا المتراجع شمال الزور كذلك بفلس واحد يعني وضعية جيدة مشاهدين الكرام حتى لحظة اللحظ 38.19 نقطة للسوق العام وبكمية تداول 199 مليون سهم هذه الكمية تمت من خلال 9586 بقيم 33.700 مليون نصيب السوق الرئيسي 5.500 مليون متراجع 16.19 نقطة فيما السوق الأول 48.49 نقطة يتراجع وبقيم تداول تصل إلى 28 مليون ومية يعني لو نشوف مشاهدين الكرام عاملية فرز سريعة جدا نجد للخليج أكثر تداولا 13 مليون بالنسبة للسوق الأول بغية الشركات الأخرى تداولاتها معقولة نوعا ما ولكن المنطقة الحمراء لجميع الشركات دون استثناء وعندي استغرار لشركتين فيما هيومن سوفت في الوحيد المنطقة الخضراء وعندي الساحل في المنطقة الخضراء في هذه الجلسة وارتفاع للأولى والمال ولكن الكميات ما زالت بسيطة على كثير من الشركات بستناء الأولى 17 مليون واربعمية والكتاب المنطقة الخضراء بـ 12 مليون وشوي وتراجع للمدينة وتراجعات والله واضحة لكثير من الشركات مشاهدين الكرام وبكم أعيان بدخول واضح في إغفال المزاد وأدى الارتفاع على 89.4 وأكثر من شركة في المنطقة الخضراء يعني مشاهدين الكرام جلسة متباينة جلسة ضعيفة الأداء جلسة قابة عنها المحافظة والصنديق الاستثمارية مما أدى انخفاض السيولة بنسبة 50% عن جلسة الأمس لذلك غياب سناع السوق واضح ومؤثر في حركة الداول في هذه الجلسة جلسة ختام الأسبوع نتمنى إن شاء الله الأسبوع الغادم أن يكون الوضع مغاير يكون الأمر أكثر إيجابية إن شاء الله ونتمنى التوفيق للجميع وكل شكر لك رائد ولمشاهدين الكرام شكرا لك عيد يعطيك العافية مشاهدين الكرام مثل ما تبعنا معكم ختام تداولات هذا الأسبوع وكانت على هذا النحو المتراجع من السيولة والكميات وكذلك أيضا التراجعات لأشركات القيادية من مكونات السوق الأول وأيضا الشركات الصغيرة ومتوسطة من مكونات السوق الرئيسي تراجع مؤشر السوق العام 38 نقطة عند مستوى 5618 نقطة وإن شاء الله سنلاحظ إن شاء الله معكم الفرق بعد هذه التراجعات في الأسبوع القادم بإذن الله لكن نقف مع وقفتنا الأسبوعية حول أسواق المال وأسعار العملات وأسعار النفط مع الوقفة الأسبوعية والمحلل الفني في أسواق المال العالمية لأستاذ محمد عرفة حياك الله أستاذ محمد يا أهلا مرحبا فيك مسأليم الخير أستاذ مجالي الكرام حياك الله لكل وقت حتى نتحدث عن أسواق المال الأمريكية بانطلاقا حتى أسعار النفط إن شاء الله يسعفنا إن شاء الله الوقت هالمرة وملك الوقت وحياك الله طبعا نحن شاهدنا خلال الأسبوع الماضي نوع من المشادات ما بين الوحيد المتحدة الأمريكية في خصوص السياسة التحفيزية الجديدة وهذا ما ينتظر الأسواق الآن نلاحظ بأن الأسواق الآن منذ الأسبوع الماضي إلى الآن تجاد إلى مستويات قياسية يعني تعتبر ليست قياسية مقارنة بأسبوع الماضي ولكن بدأنا بعدم التفاؤل في الوصول إلى سياسة تحفيزية جديدة ولكن صلح البيت الأبيض بأن هناك مهلة قد تصل إلى 48 ساعة مدتها يمكن اليوم أو باتشرب الكثير سوف يتم الوصول إلى الاتفاق طبعا قبل أن نشكل الأسواق الأمريكية لنأخذ بشكل عام صندوق النقد الدولي طبعا هذا يخص الدول العربية طبعا عودة دول الشرق الأوسط إلى مستويات النمو ما قبل كورونا سوف تستورق لمدة 10 سنوات هذا كان تقرير صندوق النقد الدولي خاصة خلال هذه الفترة على دول الشرق الأوسط وشرق أسيا طبعا نبه الصندوق بأن يجب على دول الشرق الأوسط بأن تقوم بعمليات الإصلاح الاقتصادي وتنويع موارد الاقتصاد الخاصة بهذه الدول أما بالنسبة للأمال التحفيز بالنسبة للاقتصاد الأمريكي طبعا إلى الآن لم يظهر أي شيء جديد ولكن الانتخابات الأمريكية السياسة للتحفيز الكمي وبالتالي هناك ترقب شديد من الأسواق على هذه الأمور مما أدى إلى تراجع الدو جونسر بالأمس إلى مستويات طبعا تقريبا أدنى مستوى منذ أسبوعين تقريبا ملامسة تقريبا حوالي 28 ألف وخمسين طبعا بعد تسحاد الهدف من بيت الأبيض بالوصول إلى مستويات ما فوق مستوية 2.3 تريليون دولار طبعا هذا ما صرح به السيد ترامب بأنه سوف يقبل هذه الحزمة التحفيزية إذا ما وصلت إلى 2.2 تريليون دولار خلال الكلام بالنسبة لمستشارة السيد ترامب والحديث عن الاقتصاد الآسيوي نتحدث عن أن الاقتصاد الآسيوي يشكل تهديد للاقتصاد الأمريكي بشكل مباشر هذا ما ذكره مستشار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى أن الاحتياط الفيدرالي صرح بأن معادلات النمو في الولايات المتحدة الأمريكية تشهد معادلات من الاهتفاع لكن نعم إذن ورح نتواصل إن شاء الله معاك حتى نتحدث عن الأسواق الأوروبية بعد أن نقرب شيئا عن الأسواق الأمريكية والداون جونز وتوقع أنت الآن تكون جاهز بعد هذا ونبه تفضل محمد تفضل معاك خالي تتكلم بالنسبة للإنتاج الصناعي والحديث عن الإنتاج الصناعي طبعا اهتفاع غير مفوق المتوقع طبعا كان في شهر سبتمبر بالنسبة للإنتاج الأمريكية طبعا كان لا أثر إيجابي نوعا ما بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت ببيع سندات فوق العشرين عام الآن ومن المتوقع أن يكون عليها إقبال شديد خلال الفترة القادمة وبالتالي قد تخرج السيولة من الأسهم الأمريكية إلى هذه السناضيخ الخاصة بالسندات في المتحدة الأمريكية هذا الكلام بالنسبة للمباني منازل جديدة وتعافي قوي جدا خلال شهر سبتمبر بالنسبة للمباني الجديدة بالنسبة للإنتاج الأمريكية طبعا هذا أدى إلى اتفاعات في أسعار المنازل في الولايات المتحدة الأمريكية الآن المعادلات الفصلية والبيانات الفصلية الخاصة بالشركات والإنتاج الأمريكية تصلى الآن تسجل خامس أرباح فصلية مدتالية على مدار السنة الماضية نعلم بأن معظم الشركات الآن تسجل إما أرباح طفيفة جدا ليست مقرأة بالسنة الماضية أو خسائر ولكن تسلا الآن بدأت بالخروج بأرباح قوية جدا بالإضافة إلى أنه مع الأرباح هذه تم تراجع ساهم تسلا إلى مستويات 5% بالأمس القريب طبعا هذا بسبب عدم السماح لعملاء الصين بعودة السيارة ما بعد قبل أسبوع أو بعد أسبوع من استلامها من شركة تسلا طبعا هذا كان بالنسبة للشركات في الولايات الأمريكية نلاحظ بالنسبة للداوة الآن نحن نتداول دون مستويات 28 ألف و 200 تقريبا هناك تراجع سنة إلى حوالي 1% بانتظار السياسة للتحفيز الكمي قد يكون هناك انخفاضات أكثر من هذا المستوى مع انخفاضات شديدة بعدما نلاحظ أن هناك انخفاضات شديدة بالنسبة للداوة جونس قد ينقر القرار وبالتالي تبدأ الأسواق مرة أخرى بالتعافي نلاحظ بالنسبة للسنبيه هناك تراجع وصلنا إلى حوالي المستويات الـ 1.15% والناس ذاك هو الخاسر الأكبر بسبب تراجع بالنسبة لأبل وشركات أخرى بالإضافة إلى طلب بعض الشركات بعملية سفلت الشيخ حتى يكون متاح للأمستثمرين نلاحظ بالنسبة للتحفيز الوقاتنا داو جونس على تراجع 1% 1.5% بالنسبة لناستك أما 2.14% بالنسبة للسنبيه منتظر ماذا الآن عن الأسواق الأوروبية؟ أوروبا طبعا والسيدة لغارد السيدة لغارد الآن تتحدث عن تعافي بالنسبة للإقتصاد الأوروبي طبعا أنه مهدد بفقدان الزخم الذي تم ضخه من قبل السيولة الكبيرة التي ضقتها في التحدي الأوروبي والانتعاش أصبح غير منتظم وبالتالي هناك مخاوف داخل الاقتصاد الأوروبي من قبل رئيسة البنك المركزي الأوروبي ولكن ذكرت بأن على التحدي الأوروبي أن يقوم بعمل سناديق تنمية دائمة وليست وقتية وبالتالي هذا سوف يضع مرة أخرى الإقتصاد الأوروبي تحت المحبي الفترة القادمة بالإضافة إلى تساع فائد الميزان التجاري بالنسبة لمنطقة اليورو إلى 20 مليار في شهر أغسطس فقط وهذا معدل جدا كبير بالنسبة لميزان المعاملات التجارية في الاتحاد الأوروبي هذا الحدث بالنسبة لقطاع السيارات والحديث أن السيارات الأوروبية احتعافة الآن مبيعات السيارات تسجل لأول مرة زيادة منذ بداية العام يعني من شهر يناير إلى الآن لأول مرة هناك زيادة بالنسبة لإنتاج السيارات في أوروبا نلاحظ بأن معدلات الآن كورونا تززايت في إيطاليا وأسبانيا وألمانيا ولكن إلى الآن لم يجرؤ أحد على الإغلاق التام كما حدث في الفترة القادمة لأن عملية الإغلاق التام سوف تكون كارثية على أي دولة في دول أوروبا وبالتالي يحاولون بخدر الإمكان الاحتياطات والعمل في جو جدا جدا سيء للأسف الشديد هذا الكلام بالنسبة لألمانيا والدين العام بالنسبة لألمانيا يرتفع حوالي 71% من ناتج المحلي هذا ذكرنا في الأسبوع الماضي ولكن هذا الرقم جدا كبير لم تصل له ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية أما بالنسبة لفرنسا وتخصيص 100 مليار يورو وبالنسبة لإيرادات بالنسبة لمواجهة تدعيات بيروس كورونا ودعم الشركات طبعا هذا كان لأثر إيجابي بعض الشيء أما بالنسبة للتوتر مع بين الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي نتحدث عن فشل ذريع بالنسبة للاتحاد الأوروبي وبريطانيا في التوسط بالخروج من بريكزيت وإلى الآن هناك نوع من التراسل ما بين الطرفين بأن سيد جونسون يقوم بالتلاعب على الاتحاد الأوروبي ويريد الخروج بأفضل السبل في الاقتصاد بالخروج بهذه الاتفاقية وبالتالي أثرت بعض الشيء على الفاغل ولكن هناك نوع من الإيجابية مما أدى إلى ارتفاع الفاغل فهذا الكلام بالنسبة للإقتصاد الأسباني طبعا لأول مرة يذكر الآن الأسباني بأن هناك 100 ألف شركة تم إغلاقها بفعل شركة وباء كورونا طبعا هذا كان لا أثر سلبي جدا على الإقتصاد الأسباني نلاحظ بالنسبة للألماني نلاحظ أن هناك تراجعات قوية جدا قرارة الأسواق الأمريكية 3.6% وكاكة الفرنسي هم بعد هناك تراجعات وصلنا لحوالي 1% أما فوتسي والهندرد وبريطانيا والخروج من الدين العام بريطاني عند أعلى مستوى منذ العام 1960 وبالتالي إقتصاد البريطاني ذكرنا في الأسبوع الماضي بأن البنك المركزي البريطاني حد يعني ذكر بأن على البنوك البريطانية أن تتأهب لفائدة ما دون الصفر وبالتالي نحن نتحدث الآن عن الإقتصاد جدا ضعيف في الفترة القادمة نتحدث على تراجعات وصلنا إلى حوالي 2.16% بالإضافة إلى أن موديس تم تخفيض التصنيف الائتماني لبريطانيا لأول مرة تؤكد أن الضعف الاقتصادي يتفاقم في بريطانيا وبالتالي تم تخفيضها من قبل موديس أما بالنسبة للأسعارات نازلة الآن عند أعلى مستوياتها أو مستويات أعتبر قياسية مقارنة بالسنوات الماضية ماذا عن الحال في الأسواق الآسيوية؟ آسيا ومحافظة المركز الصيني طبعا ذكرت أن الإقتصاد الصيني قد يسجل معدلات إيجابية في العام 2020 لأول مرة يعني العالم يسجل معدلات نمو بالمينس 12 و13 أما الصين تسجل 4.9% إلى الآن إلى ربع الثالث تسجل 4.9% طبعا هذا يعطي مؤشر إيجابي بعض الشيء بالنسبة للإقتصاد الصيني لأنه يوجد حالات تفاقم في الصين في الفترات الماضية وبالتالي الإقتصاد ينمو ومعدلات نمو وتنمو معها أما بالنسبة لله اليوان لأول مرة على مستويات الأشهر الماضية ويمكن نتكلم على مستويات السنة الماضية عند أعلى مستوى منذ سنتين تقريبا نعم طيب نحن السادة محمد ربما يكون وصلنا لختام هذه الحلقة حقيقة الوقت يعني أنتهى إلى هذا الحد لكن نشكر جزيلا الشكر على كل هذا الإجاز حول أسواق المال الأمريكية والأوروبية وكذلك الآسيوية والشكر موصول لكم دائما وأبد المشاهدين ومتابعين برنامج المؤشرق ومشاء الله على خير في يوم الأحد إلى ذلك حين نترككم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر